تحياتي طلاب الصف السابع في درس لغة عربية جديد وهو بناء الفعل المعتل للمجهول كيف نبني الفعل سواء كان معتل أو غير معتل للمجهول أخذنا الفعل الماضي والفعل المضارع نبني الفعل الماضي الصحيح للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره لدينا الفعل النصبة فعل صحيح لا يوجد فيها أي حرف من حروف العلة كيف نبنيه للمجهول يبنيه للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره أي كسر ما قبل الحرف الأخير فتصبح نصيبة لدينا أيضا الفعل فتحة فتحة فعل ماضي صحيح لا يوجد فيها أي حرف من حروف العلة يبنيه للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره فتصبح فتيحة أيضا أخذنا بأن الحروف العلة هي الألف والوا واليا إذا جاءت في بداية الفعل فيسمى معتل مثال وإذا جاءت في وسط الفعل يسمى معتل أجوب أما إذا جاءت في آخر الفعل فيسمى معتل ناقص أو معتل الآخر الآن نتعرف على كيفية صوق الفعل المعتل بصوقه للمبني للمجهول لدينا الفعل المعتل المبني المجهول المبني للمعلوم كيف كان وضعه قبل بنائه للمجهول نوعه حسب حرف العلة أي معتل الأول أو الوسط أو الآخر التغيير الذي يطرأ على حروف العلة عند صوقه للمبني للمجهول لدينا الفعل وضعه نلاحظ بأنه حرف معتل الأول وضعه المبني المعلوم منه وضعه كيف صغنا إلى حرف العلة؟ كيف صغنا حرف العلة؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره طبعا لأنه معتل الأول أما الفعل بيع المبني المجهول بيع المبني المعلوم باع وهو معتل الوسط بالألف كيف نصوه إلى مبني للمجهول وذلك بقلب ألفه ياء وكسر ما قبلها فتصبح بيع قلبنا الألف إلى ياء وكسرنا حرف الباع سعية معتل الآخر بالياء أو عفوا معتل الآخر بالألف المبني المجهول سعية المبني المعلوم سعى نوعه هو معتل الآخر بالألف كيف نصوه إلى مبني المجهول وذلك بقلب الألف ياء مع ضم أوله وكسر ما قبل آخره إذن بصوه المبني المجهول تقلب الألف ياء وضم أوله وكسر ما قبل آخره نستنتج من ذلك بأنه يبنى الفعل الماضي الصحيح للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره أيضا يبنى الفعل الماضي المعتل الأول للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره إذن إذا كان الفعل ماضي معتل الأول نصوغه كما نصوغ الفعل الصحيح أما إذا كان قبل آخر الفعل الماضي ألف تقلب الألف ياء ويقسر ما قبلها قال قيلة أخذنا مثال بيع وباع ويبنى أيضا الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف للمجهول بقلب ألفه ياء معضم أوله وكسر ما قبل آخره قضى تصبح قضية أيضا أخذنا ساعة وسعية